إدماج النساء وآفاق مقاربة النوع في القوات المسلحة محور دورة تكوينية منظمة بشراكة مع المغرب وكندا التكوين يهدف الاكتساب معارفة جديدة وتعزيز المكتسبات في مجال مقاربة النوع في عمليات حفظ السلام وذلك تجسيدا لقرارات مجلس الأمن بشأن أجندة النساء السلام والأمن تأتي هذه الدورة في إطار العلاقات التي تجمع بلدان المغرب وكندا إن الهدف من خلال هذه الدورة التدريبية هو تقوية المعارف والمكتسبات لدى المشاركين وأيضا من أجل تقوية المكتسبات الذين سبقوا أن شاركوا في دورة سابقة الدورة التدريبية تتمحور حول إدماج المرأة في القوات المسلحة ونهدف إلى تحقيق هدف تقاسم النقاشات بين المشاركين وإبراز مسائل تهم الجانب القانوني للأمم المتحدة هو التمكن المشاركين من تبادل الخبرات وتحمل المسؤولية خلال المهم والعمليات ونهدف في نهاية إلى الرفع من تمثيلية المرأة في الجيش وأيضا في العمليات العسكرية نشاركوا في هذه الدورة التكوينية لتحت موضوع أفاق إدماج المرأة في القوات المسلحة كطبيبة من مصلحة الصحة العسكرية للقوات المسلحة الملكية في هذه الدورة استفاد عدد من الضباط المغاربة ونضرائهم من الدول الشقيقة والصديقة من دروس وورشات عمل التي تحت على المجهودات المبدولة في إدماج المرأة في ميادين الدفاع وعمليات حفظ السلام الدورة المنظمة على مستوى قيادة المنطقة الجنوبية بأغادير لفائدة ضباط القوات المسلحة الملكية وأطر من جنسيات مختلفة ينتمون لسبعة بلدان فرنكوفونية تميزت بورشات ونقاشات تهم جوانب قانونية وأخرى عملياتية في مجال عمليات حفظ السلام الدولية الدورة التكوينية تندرج في إطار مجال أجندة النساء السلام والأمن حيث تهم مقاربة النوع بالقوات المسلحة وتهدف الدورة التكوينية إلى مواجهة التحديات التي تواجه العنصر النسوي في العمل العسكري وإتاحة الفرص اللازمة لتحقيق مردودية العنصر النسوي بالقوات المسلحة فتنظيم هذه الدورة التكوينية التي تجري الفعالية لها من 13 إلى 17 نومبر الجاري فهو دليل على انخيرات القوات المسلحة الملكية في ورش إدماج المرأة في القوات المسلحة من أجل تمكينها من القيام بالمهام منوطة بها الرفع من قدرات المرأة في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة شكل المحور البارز لهذه الدورة التكوينية وفي ختم هذه الدورة جرى توزيع شواهد على النساء العسكريات للمشاركات ترجمة نانسي قنقر